نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء بشأن تداول قائمة بأسعار حصص مجموعات الدعم المدرسية للطلاب خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي واشدد المركز على أن وزارة التربية والتعليم لم تعلن عن أي تفاصيل بهذا الشأن ولا تزال بصدد مناقشة مختلف المقترحات بشأن أليات تفعيل وتنفيذ مجموعات الدعم المدرسية خلال الفترة القادمة في جميع المحافظات وذلك لضمان تنفيذها وفقا لمعايير الجودة التعليمية كأحدى خطط الوزارة لتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور